البداية من التطورات المرتبطة بالنووي الإيراني حيث التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمل المشترك كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي في الموازاة كشف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية لسي أن أن كشف أن بلاده تعمل على خطط طوارئ إذا استمرت إيران في تحقيق تقدم نووي وفشلت في العودة إلى المحادثات الدولية وأكد المسؤول إلى أنه بينما تنتظر الولايات المتحدة وكذلك حلفاؤها عودة طهران إلى المحادثات النووية فإن صبرهم لن يدوم إلى الأبد وأوضح أن واشنطن والمشاركين الآخرين في المحادثات يفضلون العودة إلى طاولة المفوضات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نافذة الفرصة الوحيدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد إذا اتخذت إيران مسارا مختلفا